اللقطة المميزة اللي عايز اتكلم عليها امبارح ومن وجهة نظر اي حد فاهم في القورة وفاهم في التحكيم امبارح كانت رمضان صبحي كارت احمر يمكن الغلطة الوحيدة امبارح لحكم المباراة الكابتن محمود البنة والكابتن احمد الغندور ان لقطة رمضان صبحي مع ياسر ابراهيم كان كارت احمر الناس عتقول لي ما كانش فيه احتجاج جسدي قوي او الخبطة اللي عملها رمضان لياسر ابراهيم ضعيفة لا مفيش في القانون الكلام ده فيه في القانون حاجة اسمها السلوك الجسدي فاكرين مباراة الهلال السعودي مع الاهلي في كأس العالم للاندية لعب الهلال السعودي لما عرقل ياسر ابراهيم في منطقة الجزاء بدون كرة كانت برضو على القارة خفيفة لكن هنا الفار استادعى الحكم وراح بص على اللعبة ورجعت داله كارت احمر السلوك الجسدي في قانون كرة القدم بيقول ايه هنا قدامك هي قد تشوفوا دلوقتي اللعبة على الشاشة خلاص هي الكرة مش معاها بص بركبته دخل فيه العدل الخلفية لياسر ابراهيم ده السلوك الجسدي السلوك الجسدي هنا معناه ايه قارت احمر مباشر لو الكابتن محمود البنة في الملعب ما خدش باله واعتبر ان فيه احتكاق حصل فده الانظار كان يجب على احمد الغندور مبارح انه يستدعى محمود البنة ويشوفها في الفار لكن انا مش يعني مش عايز اقول ان احمد الغندور ممكن يكون راجع من اسماعالية اول مبارح مش مركز فيه اجهات زهني مش واخد باله بس دي لعبة مؤسرة لما برامت زنبارح يلعب بدون رمضان صبح ويبقى عشر لعيبة لا لعبة مؤسرة انا عجبني امبارح بصراحة بعض محلل التحكيم لما قال عليها على طول دي كارتة احمر عجبني جهات جريشة لما قال عليها كارتة احمر امبارح انا استغربت من تحليل الكابتن احمد الشناوي لما قال هي يعني خبطة خفيفة مفيش حاجة اسمها خبطة خفيفة في القانون يا كابتن شناوي ده سلوك جسدي موجودة في القانون ما بين قصين سلوك جسدي كارتة احمر والفارد ده دوره يعمل كده فامبارح كان فيه خطأ مؤثر في مبارات الاهل وبيرامدز انا كسبان ثلاثة لكن فيه خطأ امبارح لو كان احتساب لي كان ممكن اكسب اربعة وخمسة ما سلسة نقاط بس ممكن اكسب سكور اربعة وخمسة وستة ايه المشكلة لكن ده خطأ اثر فيه شكل المبارات بارح وكان المفروض رمضان صبح ياخد الكارت الاحمر طيب ده كده اجمالا الحديث على مبارات الاهل وبيرامدز والنتيجة الكبيرة الاهل تصدر ولسه ليه مباراة مؤجلة وفارق النقاط ان شاء الله هيبع اكبر فارق خمس نقاط عيب عن بيرامدز بإذن الله وست نقاط عن فريق الزمالك ولسه المشور طويل لكن انا بقول لكم قبل نهاية الدور الاول الاهل بيسعى ان يبعد فارق النقاط عن اقرب المنافسين بدري بدري كده عايزيننا خلاش هنركز في افريق طيب الجزء